ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد عبدالستار الشميري لتوقع هذه الاستراتيجية خصوصا من جهة الحوثي أهلا وسهلا بك يعني الآن هذه الجماعة كما يرى الكثيرون بأنها تقوم باستقدام تعزيزات إلى الجبهات التي من المفترض أن تكون هادئة بموجب الهدنة هناك تحركات وتجنيد للأطفال وتحركات عسكرية هل تتوقع بأن هذه الجماعة بالفعل تتجه نحو الخير العسكرية؟ بعد التحية لك ولمشاهدين الكرام طبعا الجماعة الحوثية لم تتوقف لحظة عن الخير العسكري عندما توقفت الشرعية عن ذلك كانت الجماعة الحوثية أولا تعيد ترتيب الصفوف تعيد تموضعات في مارب في البيضاء تعيد أيضا عمليات التجنيد تنشيط عملية السلاح الضربات في الباحرة الضربات على المواني بمعنى أدق كان هناك حرب من طرف واحد وهنا من طرف الشرعية فقط ولذلك هناك استنزاف حقيقي للشرعية لأنها أيضا لا ترد أيضا هناك أخبار عن سقوط بعض المناطق في مارب وهناك سقوط جرحة أيضا في تعز وهناك قناصة تعمل إذن الجماعة الحوثية في مسيرة الحرب هي مستمرة والأخطر من ذلك أنها فتحت نافذة على الحرب البحرية عما إذا صدقت الأخبار الأخيرة التي نشرت في نيرك تايمز وغيرها من أن إيران هربت شيء من اليورانيوم المخصب إلى الحوثي فقد نتوقع مفاجآت غير جيدة قد تكون باستخدام شيء من هذا عبر قاذفات طيب أستاذ عبدالستار هذه الخيارات واضحة للعين هذه التحركات بشكل مكثف الشرعية الآن أو الطرف الآخر لا يقوم بالرد أو لا يتخذ الخيار العسكري كخيار استراتيجي الآن الطرف الآخر يتقن بالحل السياسي ما هي وجهة الشرعية في الحل السياسي؟ كيف سيكون شكل هذا الحل؟ الشرعية تائهة ضبابية ليس هناك موقف تستطيع مواقف الشرعية مواقف لفظية يتحدثون عن مقل اتفاع وأنهم مستعدون للحارب يتحدثون عن سياسة يتحدثون عن هدن لكن يبدو أن هناك التوهان الشرعية لا زالت تبحث من أين تتبول السمكة ليس هناك قرار واضح في أي مقل شرعية في اتقاه الحرب حتى في موضوع الرد على الهاجمات في مارب ولذلك لا نستطيع أن نقول إلا أن أداء شرعية أداء متردي ليس هذا المجلس مجلس الرئاسي كنا نتوقع أنه مجلس حرب كما أنه مجلس سلم لكن يبدو أنه ضاعت في أورقة الخلاف ومعارك شد الحبل في المعاشيق ضاع كل شيء وكذلك أن الإرادة للبعض غير متقهة للإنجاز العسكري يعني أفى من كلامك هذه التبايونة الموجودة في وجهة النظر أو التوجهات أو كيفما نسميها هل ستؤثر أن اتخذت هذه الجماعة قرار الحرب؟ في الحقيقة هي تؤثر لا شك أن الجماعة الحوثية تراكم النقوط تفوق منذ سنتين ونصف على أقل تقدير منذ أن تراجعت الشرعية من نهم لم يحصل ضربة عسكرية قاصمة للحوثي إلا في معركة شبوة فقط بقية النقاط كانت تسجل نقاط وليس هناك أداء جيد يسجل نقاط تراكم إيقابية للشرعية لا على صعيد التنمية ولا على صعيد الملف الهدى ولا على صعيد الملف العسكري ستبقى القضية معلقة إلى أن يشرع المجلس العسكري في أعمال ميدانية حقيقية في عادة لحمة القيش أولاً إعداد وحدات نوعية للقيش ثانياً المبادئة والدفاع أيضاً على المناطق التي سقطت أو استرداد كانت هناك توجهات أو إعلان إن صح التعبير عن توحيد المؤسسة العسكرية بغرفة عمليات واحدة والتوجه نحو عدو واحد كما كان يقال أين هذه المؤسسة الآن وأين هذه القرارات أو أين الإعلان هذا؟ هناك فقوة كبيرة بين ما يقال نفظياً وبين ما يصنع على المستوى النظري وبين الأعمال المجلس الرئاسي والشرعية أنقزت أوراق نظرية أنقزت وثيقة للمجلس الدفاع الوطني لللجنة الأمنية والعسكرية أنقزت أشياء نظرية جيدة لكن على مستوى العملي لا يطبق منها شيء هذا هو دائماً هروب للأمام أحياناً الهروب للأمام يكون بالدعاء أن نحتاج إلى وثيقة نحتاج إلى نظام نحتاج إلى قوانين ما أكثر ما لدينا من وثائق كثيرة سابقة ولاحقة لكن ما نفتقده أنه ليس هناك منقز عملي حقيقي يمكن أن نمسك به ونقول ها هنا الشرعية أنقزت ها هنا الشرعية نقحت طيب يعني الآن طالما الشرعية اتخذت أيضاً ورقة يعني رأها البعض بأنها ورقة قد تكون رابحة ورأها البعض الآخر بأنها مناورة لا أقل ولا أكثر الآن بتصنيف هذه الجماعة كجماعة إرهابية يعني يحق للطرف الشرعية أو للسلك العسكري التابع للحكومة بأن يتوجه بالضربات أو يحجم هذه الميليشيات سواء في المواقع التي تم سيطر عليها أو في مواقعها الخاصة يعني باتجاه صناعة يعني هل بالفعل تصنيف هذه الجماعة من قبل المجلس الرئاسي هي خطوة نحو الحل العسكري بالنسبة للشرعية هي أيضاً لما قلته سابقاً هي خطوة نظرية لكن هل تبعها أي إقراءات عقابية عملية حقيقية لا وهذا يصب في نفس الشرعية تمنحنا شيكات ولكن هذه الشيكات ليس لها أرصدة تمنحنا منقزات نظرية والتصنيف للحوثي وخطابات إعلامية خطابية وفضاء سياسي وتحركات والزيارات وشرح الوضع اليمني لكن ما نحتاجه أنه لم تنقض الشرعية عمل واقعي نقاح مثلاً في قبرة ماري باسترداد تحرير تعز فتح معبر محدد ولذلك هذا التصنيف هو إقابع في ناحية النظرية لكن حتى هذه اللحظة ما الذي تلا هذا التصنيف عملياً؟ لا يوجد شيء الأمر الثاني الأهم من هذه الألفاظ وتصنيف الحوثي الحوثي معروف أنه قمع إرهابية مختنعة الشعب اليمني الشعب اليمني شبع من هذه التصنيفات والألفاظ المطاطة محتاج إلى شيء محسوس ملموس على أرض الواقع إما في المقالة التنموي لإدارة المحرر وإما في تحرير شيء جديد هذين الخطين الذين دائماً يرقبهم الشارع اليمني والمتابع اليمني وهو من الذين يضيفوا للشرعية حاضنة ورصيد ونقاح طيب هذه المعطيات التي قمت أنت بتصنيفها سواء من طرف الشرعية أو من طرف الحوثي المجتمع الدولي بأي زاوية ينظر إلى الوضع في اليمن هل من وجهة نظر وزاوية الحكومة كما تقول أم من زاوية الحوثي الذي كما تقول أنت يقوم بإعداد العدة ولم يتوقف طيلة هذه الفترة عن تعركات العسكرية لا المجتمع الدولي لا ينظر من هذه الزاوية ولا من تلك لا من زاوية الشرعية ولا من زاوية العوثي المجتمع الدولي ينظر من زاوية مصالحه وتوازنه والواقعية السياسية المجتمع الدولي ليس بيت الله وليس قمعية خيرية هذا المجتمع الدولي عبارة عن خمس دول عظمى في مجلس الأمن هذه الدول لها مصالح عندما تتعارض مصالحها اليمن لا تعنيها شيء إلا في البعد الأمني ولذلك ليس هناك قديد شيء يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي إذا لم تنقذ الشرعية على الأرض شيء مهم حقيقي يدفعها للتقاوب وتشجيعه طيب الآن مثلا إذا انتظرنا للشرعية أن تقوم بمثل هذه الخطوة نحو التقدم ما هي الخيارة المتاحة لديها؟ هل بيد الشرعية كل هذه الأوراق بأن تقوم بتوحد كما قلنا المؤسسة العسكرية؟ هل بيدها بالفعل التوجه الآن؟ يعني إن أرادت الآن حسب الأمور العسكرية؟ هل هذا متاح لديها أم نحن في زاوية المبالغة أو تحميل الحكومة فوق طاقتها؟ لا الشرعية والمجلس الرئاسي والحكومة بشكل عام الشرعية بشكل عام لديها ممكنات كثيرة جدا ممكنات اقتصادية ممكنات سياسية ممكنات عسكرية هناك ممكنات الخيار العسكري أولا لم يستنفذ بعد وكذلك الخيارات السياسية الأخرى ولذلك هذه الممكنات موجودة لدى الشرعية لكنها لم تبدأ عمليا في أن تنقذ شيء منها هناك تراخي في الإرادة والقيادة طيب يعني التراخي في القيادة والتراخي في تنفيذ هذه القرارات إلى متى سيستمر؟ في صالح من الوقت الآن الذي نمضي فيه؟ في صالح الحوثي أم في صالح شرع؟ أولا وأخيرا إيران والغة في شال يمني وهذا الفراغ وهذا التراخي يزيدها قوة ويزيدها حضور ويزيدها قدرة على أن تصنع من الحوثي ليس جماعة انقلابية بل دولة داخل الدولة اليمنية لها كل مقدرات القوة وهي ستكون أقوى ربما من حزب الله إذا استمر الأمر بهذه الطريقة طيب يعني إذا افترضنا جدلا أن الأمور آلت إلى ما ستقول إليه وبمثل هذه التقاسمات الجغرافية هل سيقبل الحوثي؟ هل سيكون ضمن منظومة اتحادية؟ هل سيكون ضمن المنظومة السياسية وينخرط في العملية السياسية مع الأطراف الأخرى؟ وضع الحوثي الآن لا يقول ذلك لأنه يشعر أنه أصبح قوي وهو يبحث إلى التهام المزيد من الأرض اليمنية التهام المزيد من المناطق لم يعد الحوثي يفكر بأنه يكون شريك سياسي أو شريك في الدولة اليمنية الحوثي يفكر الآن بأن يكون دولة وأن يسيطر على ما تبقى ويقضي باقي الشمال على الأقل لا سيما هو يسيطر الآن على الأجزاء الكبيرة من المحافظة الشمالية نعم كل الشكر لك وتقدير سيد عبدالستار الشميري الكاتب والباحث السياسي على حضورك معي في هذا شكرا جزيلا لك